وبهن ورغبة فعلي هذا بدلاً على هذا هو يستمر في تدمير البنية التحديل المدنيين ويرعب الناس الأوكرانيين. ومع السويد في يونيوم وغيرها من الدول أخبرتكم أن الولايات المتحدة شكركم هذه الرؤية لإنهاء هذه الحرب والإنهاء هذا الأمر وفقاً لإرادة الشعب الأوكراني ووصف الأمم المتحدة. ولا بد أن نعمل مع المجتمع الدولي لتأمين السلام العادل والدائم وأخبرت قادة العالم هناك أن لا شيء يمكن أن يتم تقريره بالشأن إنهاء هذه الحرب بدون أوكرانيا. ولكن أشارك هذا الأمر معك سيدي الرئيس بعضهم في بلادي لازالوا يرغبون في إقبار أوكرانيا بإعطاء أجزاء كبيرة. من أراضيها مما يعني أن أوكرانيا لا بد أن تقبل هذا الأمر وسوف يؤدي أن تكون لأوكرانيا بعض العلاقات الأمنية مع هذه الدولة. إنها نفس المقترحات التي لدى بطن ولا دعونا نكون واضحين. إنها ليست مقترحات لأجل السلام. بدل عن هذا إنها مقترحات لأجل القمع وهو خطر وغير مكبول. مقترحات لأجل الاستسلام. من ذلك سيدي الرئيس أنا متطلعة إلى منقشتنا اليوم وسوف أستمر في العمل معك للتأكيد على أن أوكرانيا مستمرة وسائدة في هذا النزاع وأنها ستبقى دولة حرة مستقلة.